على اتحاد الكورة لأن المسائل برضو مرتبطة بعدها إذا كان الأهلي بيستعد فاتحاد الكورة كمان في اللجنة الجديدة المعينة برئاسة الأستاذ عمر الجنيني بتعكف على دراسة كل الترتيبات للموسم الجديد ومبارح تحطت في اختبار أولي الزمالك لعب مباراة مع مصر المقصة فاز على مصر المقصة بهدف وتأهل الدور قبل النهاية لكأس مصر لكن المسائل لم تسلم من انتقادات شديدة جدا لطاقم تحكيم المباراة برغم أن كل استوديوهات التحليل التحكمية سجلت على الحاكم محمد معروف تجاوزه أو إهماله ركلتين جزاء حسب حتى تأكيدات أحمد حسام ميدو المدير الفني للمقصة وابن الزمالك اللي خرج بعد المباراة وقال أن احنا خرجنا كفريق للمقصة من الدور من كاس مصر بفعل أخطاء التحكيم الواضحة جدا لكنه معروف لم يسلم وبالتالي الكابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الجديد اللي تقرر تعيينه بالأمس لم يسلم هو ومجلس إدارة من انتقادات رئيس نادي الزمالك على هذه الخطوة واختيار جمال الغندور رئيس للجنة الحكام وقال رئيس نادي الزمالك أنه لن يتعامل مع اتحاد الكرة وأنه يرفض ويرفض وطلع اتحاد الكرة النهاردة بتأكيد على رفض التدخل من كل الأندية وأنه مش مسموح لأي نادي الضغط لتغيير رئيس لجنة حكام أو إدارة أي لجنة من لجل الاتحاد وأفلح إن صدق لو الاتحاد فعلا هذه اللجنة قدرت تفرض قراراتها وتفرض سيطرتها على الملف الكروي عامة وتختار وفقا لرؤيتها حيكون ده بداية الكلام الصح ومش بالضرورة زي ما بقولت لكم الأمور تكون على الجميع على الجميع تعايز في مرحلة إصلاحية عندك أهداف كبيرة جدا عندك طموحات كبيرة جدا جاي في مهمة الفيفا اعتمد وجودك فيها فبالتالي عندك شرعية دولية كافية جدا عندك طموحات محلية كبيرة جدا عندك ثقة رسمية في الدولة كلفتك بهذا الملف في هذه المرحلة عناصر على درجة من الكفاءة على درجة من النزاهة وعلى درجة عالية من الرغبة في النجاح زي ما سمعته عمر الجنيني في المؤتمر الأول اللي عقده فإن شاء الله يتمكنوا من إنجاز كل هذه الملفات الصعبة امبارح أخذوا بعض القرارات زي ما قلتلكوا عينوا الكابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام ويمكن النهاردة عرفت إنه جمال الغندور بيعكف على تشكيل اللجنة فيها بعض المفاجآت حسب معلوماتي بنسبة تزيد عن 95% جمال الغندور مستقر على أعضاء اللجنة فهم عمر تامر دوري وياسر عبر أوف دي العناصر التلاتة المستقرة عليهم الكابتن جمال الغندور حسب معلوماتي حتى الآن وحيسلمهم طبعا لمجلس دارة الاتحاد عشان يعتمد التشكيل ويقدر يقول وده المفروض ده اللي يطرح أنت بتتكلم على هذه العناصر تبقى المسائل واضحة جدا للجميع علشان يبقى لكله العارف بشكل شفاف وواضح مين اللي حيبقى مسؤول عن هذه الملفات وتكون المسائل معلنة للكل مجلس دارة الاتحاد كلف الكابتن محمد فضل والدكتور أحمد عبدالله عضوي المجلس بعدات تصور عن الاستعداد لتنظيم مصر لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 في نوفمبر الجاي أنتوا عارفين أنه مصر في شهر نوفمبر حتستضيف تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كرة القدم في دورة للعاعب الأممبية في توكيو فبالتالي المنتخب الأممب المصري بقيادة الكابتن شاوي غريب هو اللي حيشارك أول مشكلة ظهرت للتحاد الكرة أنت بتقول لي أنا عايز أوقف أو عايز أحط جدول دوري منتظم جدا وممنوع التأجيلات وممنوع التعديلات لكن في نفس الوقت من 8 ل 22 هتستضيف التصفيات الأولمبية النهاردة منتخب الأولمبي لعبته مش ناشئين أنت لغيت مسابقة 97 و 98 فبالتالي أصبحوا عناصر أساسية في قوائم الأندية طيب هتقدر تلعب دوري وعندك البطولة شغالة البطولة هتاخد 22 يوم أو 20 يوم وحيسبقها طبعا معسكر عداد للمنتخب قد لا يقل عن أسبوعين فبالتالي أنت عايز أكتر من شهر لعبة المنتخب الأولمبي مع الكابتن شاوي غريب اتقال أنه لا الدورة حينتظم كويس الدورة ينتظم مبدأ مهم جدا وهدف مطلوب بس الدورة ينتظم العدالة وتكافؤ الفرص فين فريق زي النادي الآلي المنتخب الأولمبي تقريبا بياخد منه ست سبع لعبة وعناصر بقت مؤثرة يعني يكفي أن أنا أقول لكم مثلا رمضان صبحي لعب محترف أنت استعارته من نديه الإنجليزي دفع فيه مبلغ كبير جدا لما يجي يتقالك هتلعب شهر أو أكتر من شهر في الدورة بدون هذه العناصر لا المسألة مش فيها أكيد فريق زي الجون عنده عناصر كتيرة جدا سواء ولاده أو المعاريم من الأهلي في المنتخب الأولمبي حيلعب من غيرهم إزاي يتقال لا معونتوا احنا عشان كده عملنا قيمة التلاتين لا قيمة التلاتين مش منحة ولا هيبة ولا سلفة من حد في نادي أي نادي منافس حيلعب بقيمة كاملة عنده تلاتين لعب ويلاء النادي الآخر محروم من ست سبع لعبة أكتر أو أقل في مباراة رسمية هنا لو هنحل المشكلة بالزهنية الأديمة وبسياسة العناد اللي بين الاتحاد والأندية مش هتتحل لأنه منطقيا جدا وبشكل عادل قوي مفيش فريق هيكبر على أداء مباراة وهو منقص القوة القانونية بتاعته ما حدش يملكها ولو اشتكى هيعتبروا لنا المسابقة والدية طب الحل إيه؟ لازم يبقى فيه حوار لازم يحصل فيه تعاون بين الأندية والاتحاد بين الأندية والاتحاد كل الأندية بما فيها النادي الأهلي الأجهزة الفنية لازم أن تكلم بعضيها بمعنى أنه الدور ينتظم زي ما كنا هنحل المشكلة على الطريقة التونسية في كاس الأمم ومحدش سمع الكلام وخلته الدوري وصل لغاية بعد كاس الأمم وحصل اللي حصل وروحته المحاكم الحل التونسي ينفع دلوقتي في الأزمة دي بمعنى خلاص كابتن شاوي غريب ياخد العناصر في معسكر المنتخب الولمبي حق لأنه مصر هتنظم بطولة يهمنا جدا أنه تكسبها ويهمنا جدا أنه المنتخب الولمبي إن شاء الله يروح الدورة الولمبي وينافس على ميدالية في كرة القدر طيب والآن ديها تعمل ايه؟ خلاص نلجأ للحل التونسي اللعيبة تنتظم مع المنتخب الولمبي والجدول للدوري ينتظم بشرط إنه بالتعاون ما بين الكابتن شاوي غريب المدير الفني للمنتخب الولمبي والأجهزة الفنية في الفرق اللي منها لعيبة في المنتخب الولمبي يحصل تنسيق الأهلي بكرة عنده مباراة في الدوري طيب الكابتن شاوي غريب واخد ست لعيبة الجهاز الفني للأهلي الخواجل الجديد عايز كم من الستة دول إذا كان عايز الستة دول كابتن شاوي يسمح لهم بس يكون الستة هيلعبوا وإلا ينتظموا في معسكر المنتخب الولمبي يخرجوا يوم المباراة يلعبوا المباراة مع نديهم ويرجعوا لمعسكر المنتخب الولمبي ساعتها هنبقى قدرنا نحافظ على انتظام جدول الدوري وفي نفس الوقت قدرنا نوفر للمنتخب الولمبي العناصر اللي تقدر تفيده في البطولة لكن فكرة أن المنتخب الولمبي ياخد اللعيبة ويقفل الباب ومحدش خارج إلا بعد انتهاء البطولة طب والأنديها تعمل إيه؟ الحل الطبيعي أن أنت بتأجل الدوري ونرجع نشتيك من المؤجلات لكن نقدر بحلول توافقية نوصل لنقاط اتفاق بشرط أن يبقى في حوار وحوار بين الأجهزة الفنية ما بقولك شيء ياخد اللعيبة عشان تقعد في المدرج لا الجهاز الفني يبقى عارف احتياجاته في مباراة الغد محتاج ثلاث لعيبة من الستة محتاج الستة كلهم محتاج واحد فقط احتياجاته الفنية الحقيقية يعني اللي حيدخل بيهم قائمة الثمنتاشر يقدر يخدهم ويرجعوا للمنتخب الولمبي فور انتهاء المباراة أتمنى أنه يحصل نوع من التنسيق وجود الكابتن محمد فضل والدكتور أحمد عبدالله اتنين نجوم كورة كبار وليهم خبراتهم وليهم رؤيتهم بالتأكيد نخرج من سياسة العناد ونبدأ لحوار إيجابي علشان الكل يساند والكل يزوق في عربة الكرة للأمام لجنة اتحاد الكرة برئاسة عمر الجنيني عندها رغبة جديدة جدا في النجاح الكرة المصرية تستاهل وتستحق في الظروف دي ان احنا نقدر نقدم لها الدعم الكافي بشرط ان الكل يتعاون وما اعتقدش ان ده فيه ضرر بأي طرف كل الأطراف هتستفيد الجدول ينسق بشكل جيد ما يتعطلش والكل يلعب كمان اتحاد الكورة مبارح قرر تأجيل البت في العرض المقدم للمنتخب الوطني المنتخب الوطني اللي لسه لغاية دلوقتي ما تشكلش جهازه الفني ومبارح لما قعدوا شافوا انه ما عندهمش ضغط أبدا انه يعينوا جهاز فني للمنتخب صحيح انه مدرب وطني وصحيح ان الأسماء خلاص لكن قالك طب احنا مش مضغوطين احنا الاول نخلص موضوع الدوري وتشكيل لجان الاتحاد وبعد كده نبص الملف المنتخب فكان فيه دعوة من احدى الشركات لإقامة مباراة بين منتخب مصر الاول مع البرازيل تم تأجيلها المباراة المفروض تتلعب في شهر اكتوبر اللي جاي تم تأجيلها لحين تعيين الجهاز الجديد للمنتخب وكلفه الدكتور جمال محمد علي عضو المجلس والدكتور وليد العطار القائم بعمل المدير التنفيذي لحضور اجتماعات الاتحاد العربي لكرة القدم اللي هتكون في جد ان شاء الله يوم 16 سبتمبر كونوا لجنة للانضباط برئاسة احد رجال القانون لضمان النزاهة والشفافة وتطبيق العدالة على الجميع وعودة الانضباط للملاعب المصرية دي مسألة مهمة جدا مهمة جدا ان انت عايز تقول ان لجنة المسابقات مش هي اللي هتاخد عقوباتها ومش هي هتاخد القرارات الخروج عن النص زاد الانفلاتات على ودنه التجاوزات حدس ولا حرج الاساء التشهير والتجريح وكل خروج عن كل القيم وكل الحدود على المشاع طب الناس اللي بتحكم الكرة فين الكلام بيمسهم هما شخصيا وبيمس اعراضهم ويمس زمامهم ومحدش كان بيعترض طب مين اللي حيقدر يضبط اليقاعدة كله مين اللي حيقدر يسيطر على هذا الانفلات فالاتحاد بيعلن عن تشكيل لجنة للانضباط وبيقول ان حيرقاسها احد رجال القانون الكبار نتمنى تفعيل دور هذه اللجنة وما تكونش لجنة زي كل اللجان السابقة محتاجين مواجهة هذا الانفلات بشيء من الجرأة بشيء من الشجاعة بشيء من الشفافية ودي كلها المحددات اللي تكلم فيها الأستاذ عمر الجنيني بكل وضوع لكن خلينا نقول ان الكلام سهل جدا هذه اللجنة في اختبار حقيقي عندها فرصة ذهبية ان تقدر تعمل حاجة فخلينا ننتظر لما نشوف كل ما يعلن عنه من قرارات وتشكيلات ايه مدى جدوها وايه القوة اللي هتشتغل بها في الهيكلة الادارية للاتحاد عينه الأستاذ الدكتور صفوة النحاس ده الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة علشان يعمل هيكلة ادارية شاملة للاتحاد وفروعه وكده بدأنا نشتغل صح كده بدأنا ندرك انه الهيكلة الإدارية بتاعة الاتحاد بكل قطاعاته وإداراته ولجانه مع كل الفروع اللي هي المناطق في المحافظات المسائل كلها متفككة مش مرتبطة ببعضيها أبدا وشوفنا كتير شوفنا كتير لما كان بيتفتح السيستم عشان يسجلوا لعيب يوم الجمعة ويطلع الدكتور محمد زين اللي كان رئيس منطقة بنسوف وقتها ويقول أنا كرئيس منطقة منطقتي لا علاقة لها بما حدث ومعنديش فكرة خالص إنه لعيب تسجل في قيمة فريق موجود في منطقتي والرجل كان آخر من يعلم وقدم استقالته أو اعتذروا له وقتها لأنه فعلا كشف المسطور بالشكل اللي كان فيه عوار حقيقي كويس إنه نستعين بقيمة رسمية كبيرة جدا بحجم وكفاءة وخبرات الدكتور صفوة النحاس عشان يبدأ يعمل هيكلة إدارية للاتحاد وفروع وقرروا البدء فورا في منقشة العروض المقدمة للتطبيق تقنية الفاروة إجراءات الحصول على الترخيص اللازمة من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم وكذلك تدريب الحكام السعدادة بتطبيقها في أقرب وقت وهنا لازما يرد الفضل لصاحبه أول حد أشار وطالب بتطبيق تقنية الفاروة كان النادي الأهلي لو ترجعوا لبداية الموسم اللي فات النادي الأهلي لما اشتد الظلم التحكيم اللي ظاهر جداً بعد جواب الاتحاد الكرة وقال يعني أما أنا الأواني نحن نلجأ إلى كل الوسائل التكنولوجية لحفظ حقوق الأندية في التنافس والارتقاء بمستوى منظومة التحكيم وطلب الأهلي وقتها العمل بتقنية حكم الفيديو المساعد اللي هو الفار والتحاد الكرة مردش ولما رد بعد الجواب التاني اللي الأهلي فكروا بيه قالوا هنطبقوا في يناير إماءً إيه اللي خطبوكم الورد في كذا كذا وفاكرين حضراتكم عرضنا الخطابات دي وقتها بنفيدكم إنه بيتم الترتيب لكل الأمور علشان يطبق أو يبدأ العمل بتقنية الفار في شهر يناير فات يناير وفات ديسمبر وفات نوفمبر وبعدين قدامنا شهرين وييجي يناير الجديد وما فيش حاجة حصلت خالص ده مجلس الإدارة السابق في اتحاد الكرة النهاردة اتحاد الكرة في لجناته الجديدة بيعلن على إنه حيأخذ المسألة مأخذ الجد وحيبدأ فيه إجراءات الحصول على الترخيص اللازمة من الاتحاد الدولي وإنه حيبدأ ينايش بعض العروض اللي تلقاها من بعض الشركات علشان يبدأ فيه هذه الخاصية اللي قال الأستاذ عمر الجنيني إنه ربما تحتاج 3-4 شهور فعلى بداية الدور التاني للدوري تكون المساء الجهزة لإنه محتاجة تدريب الحكام ومحتاجة تجهيز كل العوامل الفنية علشان يبدأ هذا الحسم وافق اتحاد الكرة على سفر المنتخب الوطني لكرة الصلاة للإمارات برئاسة الدكتورة صحر عبد الحق عضو المجلس لأداء مباراتين والدياتين ضمن بردامج اعداد الفريق المعتمد من قبل وده هيكون خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر واضح إنه فيه توزيع للمهام كله حسب خبراته وتخصصاته وكلف المجلس أيضا الدكتورة صحر عبد الحق عضو المجلس بالإشراف على الكرة النسائية والشاطئية والخماسية باكتج واحد التلات ألعاب أصبحت ملفاتها عند الدكتورة صحر عبد الحق وافق المجلس على الاشتراك في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة السيدات تحت 20 سنة وتقرر إلغاء دورة الترضية لأنديت القسمين الثاني والثالث لعدم توافقها مع النظام اللي انتهت عليه المسابقة يعني الاتحاد عايز يقول إن فيه شروط مسابقة بدأت بيها لما انتهت ما كانتش من ضمنها إنه في الآخر يتعمل دورة ترضية مجلس الإدارة السابق كان أقر بلاجنة ترضية أو اللي هو سروة تسويلا من الأدار الاتحاد في الفترة الانتقالية اللي فاتت وافق على دورة للترضية في القسمين التالي والثالث حتى من مسماها انت ماشي غلط انت بتعمل دورة ترضية انت بتراضي الناس فالمجلس قالك لا ده كلام ملوش أي لازمة لأن المسابقة بدأت بشكل فلازمة تنتهي به وعلى الجمعية العمومية وعلى الأندية اللي ممكن تتضرر من إلغاء هذه المسابقة وهذه الدورة إنها تدرك إن ده الصح ده ألف بقى انضباط في أي حاجة انت بدأت المسابقة أو البطولة بالنظام ما ينفعش تنهي بنظام غير اللي انت بدأت بيه أول ما بدأنا اتفقنا على كذا يبقى خلاص نكمل عليه عندك جديد تعمله في بطولة جديدة بقى لكن الشروط اللي بدأ بها التنافس هي اللي ينتهي بيها قرر الاتحاد أيضا تشكيل لجنة للتفتيش على الاستداد والملاعب ومتابعة حالتها بيرأسها الدكتور أحمد عبدالله عضو المجلس وكلف المجلس أيضا الدكتور أحمد عبدالله بالإشراف على المنتخب الولمبي وجار استكمال تشكيل باقي لجان الاتحاد وبالنسبة للقيد اتحاد الكرة النهاردة النهاردة 29 يوليو بيغلق باب القيد الصيفي أو القيد الأولي للأندية القيد النهاردة اللي اتقفل هو خاص باللعيبة الأدام اللعيبة اللي موجودين عندك في قيمتك اللي مستمرين من الموسم اللي فات انت بتسجلهم النهاردة أو بتسجلهم في موعد آخره النهاردة أي لعيب موجود في نديه كان موجود في نديه ومش هيتسجل النهاردة أصبح فريق أصبح حر في الانتقال إلا إذا كان له عقد إعارة أو اتفاق أو أو لكن ما تمش قيده في القيمة وما تمش حسمه في الإعارات أو غيره فالنهاردة بيصبح لعب حر القيد بينتهي النهاردة لللعيبة القدامة وبيمتد لللعيبة الجدد حتى 17-9 و 17-9 آخر موعد لقيد اللاعبين والجدد للموسم الجديد اللي حتى الآن بيقولوا لنا هيبدأ يوم 18-9 بمباراة السوبر بتاعة السنة اللي فاتت شفت نظام كورا كده بنستهل الموسم الجديد 2019-2020 بمباراة السوبر بتاعة الموسم اللي فات اللي كانت لازمة تتلعب قبل الموسم اللي خلص بصوا الفوضى اللي احنا كنا عايشينها ماشي ازاي حتى الآن محدش عارف هي السوبر بتاعة السنة اللي فاتت دي هتتلعب ولا لا مبدئيا قالك 18 سكنها في الجدول طيب ده سوبر السنة اللي فاتت اللي هو الاهلي والزمالك طب السوبر الجديد لا ما نبقاش طماعين بق احنا بس الاول نخلص بتاع السنة اللي فاتت وبعد كده نتكلم في السوبر الجديد هي دي اوضاع الكورة وهي دي الفوضى اللي كانت سيدة وهو ده عدم النظام وعدم الانضباط وعدم التعاون لانه لو هنعند مع بعض وحنشتغل بنفس الزهنية اللي كانت الناس شغالة بيها كل طرف عنده حق فتكون النتيجة النهائية ان انت بتأجل وتفضل تأجل المؤجل لغاية لما يتأجل فترجع تأجله تاني وبعد لما تفتكره ترجع تأجله تالت وتلاقي كل الفوضى اللي قادت الكرة المصرية وبطولاتها للمحاكم نتمنى مع اللجنة الجديدة لاتحاد الكرة الكل فعلا يمشي بترتيب